مرحبا بكم معي في فيديو جديد سوف نحضر في الأول الفيديو اللوبيا سوف نحضر مقادر لتحضيرها وفي نصف الفيديو سوف نحضر معكم طريقة لتحضير بالنسبة لمقادر اللوبيا سوف نحتاج بصل متوسط سوف نحتاج ثلاثة فصص زيت زيتون قصبور مع دنوس الملح معجون الطماطم سوف نحتاج التحمير بالنسبة للتوابيل الزنجبيل إبزار والكامون اللحم المقدد إلا درتوه لا تحتاجوش الملح ولكن خاصكم تغسلوه سوف نقصوه الملح لأن الملح لا تحتاجوش نضيف الملح لمصفة بالنسبة للمقادر سوف نفزق اللوبيا ليلة كاملة سوف نقصوها من بعد كي تضاعف الحجم بهذا الشكل سوف نغسلها و نصفيها و سوف نحضرها بعد ما صفتها سوف نقصوها في الكوكوت سوف نضيف لها اللحم المقدد سوف نقطع البصلة بهذا الشكل تكون تقريبا رقيقة سوف نستمر في تقطع البصلة كاملها على هذا الشكل سوف نقصوها سوف نضيفها لكوكوت سوف نضيفها لكوكوت سوف نضيفها معدنوس تقريبا نجوج معالق معجون معلقة كبيرة معجون ملعقة و نصف تقريبا المقادر كما كنت لكم سوف نضيفها المقادر سوف نضيف بالعطرية سوف نضيف زنجبيل والتحمير والإبزار الكامون كما سوف نضيف سوف نضيف التوم من بعد سوف نضيف المقادر بحيث أنها سوف نضيف من بعد سوف نضيف الكوكوت إلى الزيت و الملحة سوف نضيف معي اللوبيا سوف نضيف كيف حليت على الكوكوت قريبا 1-5 ساعة حليت إلى أرض سوف نضيف الزيت 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 مع زيت نباتية نضيف الكوكوت سوف نضيف هذا من ثاني سوف نضيف كم سوف نضيف الص كوكوت سوف نضيف مقادر الص كوكوت زيت زيت معلقة صغيرة الخل غنحتاجو معلقة كبيرة ديال زيت نباتية مقدار ديال الملح جوج معلقة كبار ديال قزبورو معدنوس معلقة ديال السودانية ولا معجون ديال ديال الحار عدنا بصلة قطعة صغيرة عدنا في العطرية غنحتاجو التحميرة الإبزار الزنجبيل القزبوريابس عدنا الكامون بالنسبة هنا دت أنا 250 جرام ديال لاداند في مقلة غالي ندير الزيت النباتية كما شتوم علقة كبيرة ديال الزيت النباتية غالنخليها تدفى شوية من بعد ما دفت ليا الزيت ديالي غادي نضيف لها لاداند غادي نخليها تتقلف ديك الزيت واحد شوية من بعد غادي نزيد لها البصل لان إلا رضيت البال أن لاداند ماشي بحال آآ آآ قطعة ديال الدجاج القطعة ديال الدجاج ضغياء كي يطيبو عندك شي لاش أنا كان بداب لاداند هي اللولا عد كنضيف لها البصل حيث لاداند كانت تحتاج شوية طياب آآ آآ غا نضيفها قصبورو مع النوس وغا نحركهم باش يتجانسوا مع بعضياتهم ونخليهم تقلى واحد آآ خمسة تلعشرة دقائق حتى تبدأ تتبلية آآ البصل ديالي عندما بهذه الطريقة هنستمر في التحريك بالنسبة لك أنه عندكم القطعة كبيرة كيف ضليدي القطعة كبيرة ديال الداند كيف ضليدي القطعة صغيرة آآ بحال بحال يعني آآ الحجم كيبقى اختياري ده بغا نزيد العطرية ديالي غا نبدأ بتحميره زنجبيل نضيف الابزار الكمون القصبور يابز غا نحرك المقيلة ديالي حتى تتجانس جميع العناصر وباش ما تتحرقش لينا البصلة ديالنا ضروري ما كنزيدو واحد كاس ديال الما وغا نخليوها تغلى والطيب مزيان غا نزيد ديك معلقة صغيرة ديال الخل من بعد ما غلط المقيلة ديالي غا نزيد ليها السودانية للحار على حسب اللي توفر عندكم وغا نزيد زيت الزيتون معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون وغا نزيد السوسوجة إلا رضيتوا معي البال را تقريب من تقربة الطيب عدد نهد العناصر الخرانية اللي هي الزيت زيتون سوسوجة وسودانية من بعد كنخليوها واحد تقريبا نجوش دقائق ثلاثة دقائق كتطيب معانا وكتختار لنا ديك المريقة وسوسوجة كتضيفها واحد لده رائعة واحد طعم كيكون فيها رائع هانت سوميلة شتو المريقة كيفاش خاسرة كجلديدة غا نقدمها في هاد الطبق من بعد غا نرافقها مع اللوبيا ديالي اللي وجدت معكم في اللول ديال الفيديو كيجي طبق ديالنا بهاد الشكل كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بصحة والسلامة واللي تمنيتوا ان شاء الله كنتمنى توجدوا هاد الوصفات وتخليوا لي تعليق صندوق الوصف مبقى ليا إلا نقول لكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر